طيب في ختم هذا الاسبوع ان شاء الله في حدث مهم جدا وهنا تعمدنا في بداية الحلقة نتكلم على في العنوين مجلس ادارة النادي الاهلي يضع الترتيبات النهائية لافتتاح الفرع الراجع فرع التجمع في الاول من يونيو يوم الخميس المقبل حتى في اجتماعات اخيرة والنهاردة حتى كان في اجتماعات بصورة ودية لوضع الترتيبات النهائية ولكن اول امس كانت فيه زيارة مهمة جدا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي واللواء ارقان حرد وليد عارف مدير ادارة الاشغال العسكرية قاموا بجولة تفقدية بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس زي ما انتوا شايفين على الشاشة للاتمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع والمحدد له الاول من يونيو المقبل جاء ذلك في حضور دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والمهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس الادارة والعميد احمد النحاس مدير فرع التجمع وعقد رئيس النادي جلسة مع اللواء ارقان حرب وليد عارف لوضع اللمسات الاخيرة الخاصة باستلام الفرع قبل افتتاحه رسميا باذن الله نشوف جزء من الجولة ثم نرجع عشان عندنا تفاصيل ايضا متعلقة بفرع التجمع الخامس باذن الله اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة مقر النادي النادي الاهلي في الجزيرة فالنادي الاهلي هو صورة معبرة عن الرياضة المصرية وعن المنشآت الرياضية في مصر بشكل رائع جدا اشتركوا في القناة